أهلا بجمهوري الكريم اليوم نتحدث عن موضوع آخر على غرار تفسير صورة الكوتر بحسب علم الفلولوجيا علم اللغة المقارن حيث طلب مني الصديق الأستاذ محمد المباركي وتحية له الحديث عن صورة المسد تقول الرواية الإسلامية إن هذه الصورة أي صورة المسد نزلت في عم الرسول وهو أبو عطبة عبد العزة بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب وهو كذلك زوج أم جميل بنت حرب بن أمية وأخت أبي سفيان والقصة تقول عندما بدأ محمد بن أخ أبي لهب هذا يجهر برسالته في بدايته الأولى من النبوة ودات يوم صعد فوق صخرة الصفا ودعا قريشا لاتباع رسالته فقاطعه عمه أبو لهب قائلا لعل الله يهلكك ألي هذا السبب جمعتنا؟ وفي رواية أخرى قال تبا لك سائر اليوم ألي هذا دعوتنا؟ فنزلت الصورة من الله عز وجل تقول تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فالتب عند الفقهاء هو الخسران والهلاك وبالتالي فالله يدعو على عم رسوله بتب اليد وعدم نفعه بالمال وما كسب ثم أشرك زوجته أم جميل في القدح والردح لعبد العزة على قوله فيما معناه تبا لك يا محمد ألي هذا السبب جمعتنا؟ ولتبرير وجود زوجة أبو لهب في الرواية قال الرواه وعلى رأسهم ابن إصحاق في السيرة النبوية كانت أم جميل تضع الشوكة في طريق الرسول لتؤذيه وهذه الرواية لا تقف على أرضية صلبة لعدة أسباب منها أنها ظهرت في العصر العباسي من حيث التوتيق يعني بعد مدة طويلة ثانيا نفس الرواية تقول بأن عبد العزة هذا كان عم الرسول وصهره كذلك لأن كل من ابنيه عطبة وعتيبة تزوج ببنتي الرسول أم كالتوم ورقية يعني أن الرجل هذا أبو لهب من أقرب الأقرابين للرسول فكيف تكون هذه العداوة بينه وبين ابن أخيه؟ ثالثا هذا العم في مقام والدي وهو أكبر منه سنا فمن عادة العرب توقير المسن فما بالكم بالعم الكبير في السن فحتى لو صفعه أمام القوم فلا إشكال في ذلك لأنه في مقام أبيه والأهم من هذا كله هو الموقف الذي وضع محمد عمه فيه لو صحت الرواية بالنسبة للقوم فمحمد مجرد مدعي النبوة ووقوفه فوق صخرة الصفى منادياً بأمر تافه كهذا وكأنه يدعو الناس لخبر مهم يستحق ترك ما بأيديهم والسماع لما ينادي به وضع عمه هذا في موقف لا يحسد عليه فلو نطق شخص آخر لا ينتمي لعائلة الرسول بكلمة سوء قبل عمه هذا عبد العزة بن عبد المطلب لا أشعل نعرة العصبية والحمية ولا تسبب في قتال بين بني عبد المطلب وأهل ذلك الرجل الذي نطق بكلمة سوء في حق محمد وبالتالي فلو صحت هذه الرواية فعمه هذا كان حكيماً في تصرفه لأنه تجنب كارتة كانت من المؤكد تندلع في ظل هذا الموقف الصخيف والغريب أن النتيجة يتحملها هذا العم الذي حمى صهره وابن أخيه في المقابل يرسل الله خالق الكون الملاك جبريل بنص فيه الشتم وسب لهذا الرجل الحكيم بتصرفه ولو نظرنا للدرفية التي جاءت فيها هذه الرواية وأخص بالذكر عصر أبي جعفر المنصور العباسي لأنه كتب في هذا العصر هذا النص يمكن القول بأن تشويه صورة العم تخدم موقف هذا الخليفة من عمه عبد الله بن علي الذي كان يكرهه وينافس ابن المنصور على الحكم ولهذا السبب قام بالقبض على عمه ووضعه في السجن باقي حياته وبالتالي كره الخليفة أبو جعفر لعمه مبررا فحتى الرسول شتم عمه أبي لهب حسب تفسير هذه الصورة إذن تفسير الآية يخدم المصلحة السياسية للخليفة الذي ظهرت في عصره هذه الحكاية نعود للصورة ونرى ماذا تحمل من فكر بموجب علم الفيلولوجيا تبت يداء بلهب وتب فكلمة تبت من التباب هو الضلال والهلاك كما يقول الفقهاء كما جاء في صورة غافر الآية 37 وما كيد فرعون إلا في تباب وهذه الكلمة أي تبت هي قلب أحرف متطيز لكلمة بتت ولها نفس الرسم بمعنى القطع والمنع وذلك بت بالتشديد بمعنى القطع والمنع وهذا القطع والمنع يظهر في الآية التي تليها ما أغنى عنه ماله وما كسب فرغم ما كسبه من مال وغنى هذا الملقب بأبي لهب وهي كناية عن الذي سوف يخلد في النار جهنم لم ينفعه لمنعه وقطعه مساعدة الفقراء والمساكين وهنا يدم النص البخيل الذي لا يعطي شيئا لكثرة حبه للمال حتى يصل درجة العيش في فقر متقع رغم توفره على المال الكثير فلعدم مساعدته الفقير والمحتاج وإنفاقه في سبيل الله يكون هذا المال سببا في دخوله جهنم يوم الحساب وعرضة في الدنيا لمؤامرة أقرب الناس إليه كزوجته التي تعاني من بخله فتحمل هذه الزوجة حطبا لحرق زوجها والتخلص من بخله الشديد وعلى رقبتها حبل من مسد أي من المسدي أي من ليف وهو حبل من ليف النخيل لتربطه وتضعه على حطب لأجل حرقه والتخلص منه وهذا المشهد المرعب لما سوف يحصده البخيل في الدنيا والآخرة لشحه وبخله قد نهى عنه القرآن في عدة آيات كصورة آل عمران الآية 180 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كذلك في صورة النساء الآية 37 والتوبة 34-35 وكما يأمر النص القرآن كذلك بالاعتدال كما جاء في صورة الإسرى 29 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك في صورة الفرقان الآية 67 ومحمد 36 إلى 38 إذن صورة المسد تقدم لنا مشهدا مرعبا في حق البخيل وتحذر من عواقب شحه وبخله ولا وجود لردح من الله لعم الرسول وزوجته نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر